قلت لسه بتكلم مع حضراتكم بقولك ان الدولة المصرية والقيادة المصرية حريصة ألا يتسع نطاق النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وألا يتحول الموقف الملتهب والحرب الدائرة الآن في غزة إلى حرب إقليمية شاملة لكن أنا بقى عايز أفكركم بحاجة مهمة هناك كثير من الصراعات الموجودة داخل منطقة الشرق الأوسط وكثير من التحديات التي تواجه دول المنطقة وجاءت الحرب في غزة وجعلتها في زوايا النسيان أو الصمت أو خليتها على الرف شوية غزة طبيعي بتحتل المنشطات في الصحف العالمية وكل وسائل الإعلام مركزة بنظرها على غزة وما يحدث فيها الشأن السوداني رجع خطوتين ثلاثة أربعة الوراء ما يحدث في لبنان يعني الناس دي سيتمسألة الوضع السياسي في لبنان نفس الكلام يتقال على ليبيا والجدل حول الانتخابات والاستحقاق والقانون واللوايا سوريا العراء يعني هناك تحديات كثيرة فيها المنطقة لكنها طوارت أمام التحدي الأكبر الآن الذي يفرد نفسه وهي الحرب في غزة أنا قلت أن أنا فكرك شوية كده ببعض هذه التحديات حتى لا ننساها في خضم التفكير والمتابعة لما يحدث في غزة لأنها تحديات لا تقل قصوة وإن كانت أقل حدة مما يحدث في غزة الإخوة في السودان إحنا عارفين في منتصف إبريل الماضي يعني اندلعت الاشتباكات ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومنذ ذلك الحين دخلت السودان في حرب أهلية امتدت لأطراف كثيرة في السودان وقع ضحايا ومصابين ودمرت البنية الأساسية في دولة هي ذاتها بتعاني من كثير من التحديات في مفاوضات بتجرى كانت في جدة يعني رأيتها السعودية بدعم من الولايات المتحدة أيضا وكان هناك أمل في هذا مصر عقدت لقاء مهم جدا لدور الجوار للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة وطالبت بوقف إطلاق النار ووقف القتال في السودان لكن القتال مستمر وممتد وفيه لما خرج الرئيس السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عفتاح البرهان ظهر مجموعة من الدول عندما خرج من الخرطوم وذهب إلى بورسودان ظهر مجموعة من الدول وكان في مقدمتهم مصر وأيضا تم التأكيد على أهمية إنهاء الصراع في السودان أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الجيش السوداني وافق على استئناف الحوار والمفاوضات في مدينة جدة السعودية مع قوات الدعم السريع وهناك دعم أفريقي ما لهذه المفاوضات ودعم دولي أمريكي يعني بعض الناس بيعلاقوا أمال إنه ممكن المفاوضات ما بين الطرفين تجيب نتيجة بيقولوا ليه كده لأن واضح من سير العمليات على أرض الواقع والخسائر اللي بيشهدها المجتمع السوداني وعدم قدرة الجيش السوداني على حسم هذه المعركة أو حتى الطرف الآخر يعني فوصل نتيجة إنه لابد من المفاوضات بعض الناس بيقولوا كده طيب المفاوضات دي كانت من يوليو اللي فات توقفت طيب هتناقش إيه هتناقش وقف في إطلاق النار وتثبيت وقف في إطلاق النار وعدم السماح بانتهاكه القضايا الإنسانية اللي تتعلق بالوضع الإنساني في السودان الوضع الإنساني في السودان كارسي آلاف قتلى تشريد أكتر من أربعة وثلاثة من عشرة مليون شخص ما يقرب من مليون لاجئ راحوا البلاد المجاورة منها مصر وأسيوبيا واتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان أزمة غذاء خروج المستشفات من الخدمة أصلا نتيجة القصف ونتيجة عدم توفر الإمكانيات وضع إنساني كارسي يعني حاليا بيقولوا ما يقرب من ستين في المئة من سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عجلة قبل الحرب كان حوالي ستتاشر مليون واحد بعد اندلاع الحرب في منتصف إبريل وإحنا داخلينا هو عدنا ست شهور بقوا حوالي تمانية وعشرين مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات هذه نتيجة مباشرة لحالة التمزق أمش أتكلم عن تهكات حول إنسان وما حدث في هذه الحرب مش أتكلم على الإبادة العرقية ولا القتل على الهوية ولا انتاج حوى النساء ويعني أشياء كثيرة مش هنتكلم عليها لكن اللي عايز أقوله أن الوضع أصبح كارسيا بدرجة كبيرة ويحتاج إلى وقف إطلاق النار وقعد بناء مؤسسات الدولة واستئناف المصار السياسي فدي كلها أمور أساسية ومهمة جدا ويبدو أنها تتحرك في اتجاه ما الأيام دي طيب بلد تانية احنا برضو ما بنجيبش سريتها لكنها مش بعيدة عن الأجواء الملتابة في غزة هي لبنان كمان كم يوم هيتم سنة كاملة لبنان بلا رئيس للجمهورية مع انتهاء مدة الرئيس السابق الميشيل عون العماد ميشيل عون صارت لبنان بلا رئيس والسبب أن البرلمان الذي يجب أن ينتخب الرئيس لم يتوافق على شخص الرئيس حتى الآن والسبب التاني أن هناك صراع ده بين قوة سياسية بين حزب الله ومعه طيار ماروني بقيادة باسيل جبران من ناحية وبقية المورنة وسنة من المعارضين وبالأخص يعني القوات اللبنانية وما شابه دول كلهم وقفين موقف مناهض لهذا الاتجاه من جانب حزب الله حوالي 12 جولة عقدت داخل البرلمان الانتخاب الرئيس ما بيوصلوش لحاجة الرئيس البرلمان نبيه بيري كان طالب أن هما يعني يعني يوجد في أسبوع مشاورات في البرلمان أو للحوار أو ما شابه لكن يعني واضح أن كان تأثيرها لم يحدث يعني الوضع في لبنان اقتصادياً صعب جداً 80% من اللبنانيين بيعيشوا تحت خط الفطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية 500% اللي رفقدت 90% من قيمته فضلاً عن الوضع الأمني الهشي داخل السودان الداخل اللبنان حزب الله وحليفه كان لديهم رغبة في مرشح معين اللي هو النائب سليمان فرانجي وكان فيه اعتراض من جانب الآخر جانب الآخر رشح مرشح آخر وكان فيه اعتراض من جانب حزب الله طبعاً حزب الله يريد رئيس لا يعترض على وجوده بالسلاح وخلفه إيران أيضاً تريد رئيس لا يعارض التوجهات الإيرانية بل يقل في صفه على الجانب الآخر اللبنانيين بقولك ده منصب ماروني وده منصب لبناني ورئيس الدولة لاجب أن يكون هذا المنصب رهن بموافقة إيران النهاردة لبنان في موقف صعب جدا هناك مخاوف من جر لبنان إلى حرب إقليمية اللي هي ضايرة في غزة حزب الله كان قبل كده هدد وهناك بعض العمليات العسكرية المحدودة بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب وإسرائيل أخلت السكان من المناطق الشمالية بدرجة ما خوفاً من هذه المواجهة مثلما فعلت مع الساكنين في المستوطنات في غلاف غزة يعني واضح طبعاً أنه في انتباه من جانب الخوات السياسية في لبنان مش عايزين يدخلوا هذه المعمعة حرب زي دي ستأكل الأخضر واليابس زي ما بقولوا إسرائيل هددت لبنان قتلها هرجعك للعصر الحجري تاني ولبنان مش مستحملة اللي فيها مشاكل سياسية واقتصادية يعني للدجة زي ما بقولوا يعني جبران باسيل وهو مسؤول عن أو رئيس حزب الطيارة الحر وهو حزب ماروني متحالف مع حزب الله قام بجولة خلال الأيام الماضية لبعض القوى السياسية كده اتكلم معهم ظهر رئيس البولمان نبيه بيري كان فيه قطيع بينهم بس ظهره وظهر زعيم الدروز وليد جنبلات يعني وتشاور مع عدد من المسؤولين والقوى حبي يعني يوجد حالة من حالات الحوار داخل الكائن اللبناني في مواجهة ما هو قاتم ويعني ونصب التصريحات وذكر التصريحات في هذا الصدد إن لبنان لن تلجأ إلى الحرب إلا إذا اعتدت إسرائيل عليها يعني هو رغبة في تطمين اللبنانيين أو محاولة لبناء توافق ما في ظل أجواء لا يوجد فيها رئيس للدولة وحكومة مؤقتة وأزمات اقتصادية وتحديات كثيرة ووجود أيضا حزب الله ووارد اشتعال الموقف ووجود بوارج أمريكية موجودة يعني المسألة وارد جدا إن في لحظة من اللحظات نجد نفسنا على أعتاب أو في خضام حرب إقليمية كاسحة دا اللي خايفة منه مصر ودا اللي اتكلمت عنه مصر كتير وحذرت منه وأثاروا الرئيس السيسي في لقاءه مع الرئيس ماكرون وقالوا في مناسبات كثيرة جدا لأن بالفعل إذا حدث ذلك سنكون بصدد يعني موقف معقد جدا في منطقة الشرخ الأوسط ويتسع نطاق العنف هي في دول هي نفسها بتعاني يعني سوريا لم تستقيم فيها الأمور الأردن بتواجه تحديات كثيرة جدا اقتصادية وأيضا التحديات التحجير الفلسطينيين إليها مصر في خضم المواجهة على حدودها يعني المسألة شديدة التعقيد ولا أظن اللي ويات المتحدة تريد أن تجر المنطقة إلى حرب شاملة وهي شافت بعض المنوشات عندما استهدفت بعض أماكن أو مواقع عسكرية في العراق من جانب قوة محسوبة على إيران وأيضا هي قامت بقصف بعض الأماكن التابعة لإيران في سوريا وإسرائيل أيضا قصفت في سوريا يعني إذن نحن بنتحدث عن ملطقة ملتهبة وارد جدا أن تزداد اشتعالا ويصبح الموقف صعب بما فيه أنا حبيت أقول لكم أن في بعض الدول في المنطقة لديها إشكالياتها وربما الحرب في غزة غطت على الكلام عما يحدث في هذه الدول لكنها أيضا هي مش بعيدة عن غزة ووارد جدا اشتعال الموقف في أي وقت اسمحونا أن نخرج بفاصل ونعود لاستئنافق قرات هذه الحالة ترجمة نانسي قنقر